أول استفزاز فرنسي والثاني خبث أمريكي بالنسبة للاستفزاز الفرنسي فهو يتعلق بتدخل فرنسا لمنع ترحيل الناشطة السياسية أميرة بوراوي للجزائر من تونس هاجمت صحيفة المجاهد الجزائرية السلوك الفرنسي واعتبرته استفزازيا ينوم على العقلية الاستعمارية الفوقية بصراحة المسألة في غاية البساطة الجزائر دولة ذات سيادة والمواطنة الجزائرية قانونيا هي إحدى رعاية دولة الجزائرية الأمر بهذه البساطة الآن لو طالبت مثلا أمريكا بترحيل رعاياها من فرنسا هل ستمانع فرنسا؟ الطبيعي أن تكون الجزائر الحكومة الجزائرية أجدر من غيرها بالتعامل مع رهايها ولكن التدخل الفرنسي الانتقائي سلوك منافق ومغرض وخبيث جدا ماذا نعني بحقوق الإنسان؟ هل نعني بها حقه في الغذاء؟ في الملبس؟ في السكن؟ في العلاج؟ في التعليم؟ في الكرامة؟ أم نختزله في جملة اعتراضية؟ أصبحت لا تعني شيئا تتماهى مع المفهوم الغربي الانتقائي؟ من يهتم بملايين الجزائريين؟ فرنسا؟ هل تطعمهم فرنسا؟ من قتل ملايين الجزائريين؟ من دافع عن الجزائر؟ هذه أشياء جسيمة وخطيرة هذا هو الجزائر الحقيقي هذا هو الشغف الرئيس الجمهورية يعني الرئيس الفرنسي يعني أكثر حرصا على الجزائريين وعلى الجزائر من الرئيس الجزائري أنا استفزني ذلك بالمناسبة لأن المسألة في غاية الوضوح وللأسف البعض يعني يستخدم من قبل الغرب يعني للأسف الشديد يعني فرنسا لا تطعم الجزائرين لا تحتم بهم لا تكترث لمعيشتهم هذا مجرد ستار كاذب لممارسة التدخل هذا شأن جزائري سيادي ليس من حق أحد التدخل فيه أنا الإنسان البسيط دائما أعي حساسية هذه الأشياء وأتجنب الخوض فيها أنا لن أتحدث عن ناشطة لن أتحدث عن هذه الأمور أنا أتحدث عن أمور أخرى تتعلق يعني بدور جزائر أشياء الأخرى الكبرى هذا شأن جزائري ولكن هذه الإسطوانة الغربية التي تنتقي شخصا واحدا وتتباكى عليه أصبحت ممجوجة بصراحة ويجب أن يتعامل المثقفون معها بوعي كبير فكر في آلاف الروس الذين عذبوا في السجون الأوكرانية أما كان من الأولى أن تتحدث عنهم فرنسا؟ فرنسا تحاول التشكيك في نزاهة الجزائر تحاول الإيحاء بأنها غير خليقة بالثقة في التعامل مع رعاياها وهذا ما يستفز الحكومة الجزائرية يجب أن نعري هذه الأشياء وأرجو من المثقفين والناشطين أن ينحازوا إلى أوطانهم لإلا تستخدمهم الدوائر الغربية لمآربها الخبيثة أنا أنصح بالمناسبة الناشطة الجزائرية بالذهب طواعية إلى بلدها الجزائر أنا على يقين بأنها ستعيش ببلدها مكرمة لا شك لي في ذلك عوضاً عن أنها تمنح الفرنسيين هذه الفرصة للتسجيل للإدعاء بأنهم أكثر حرصاً على الإنسان الجزائري الذي سحلوه في التاريخ قتلوا ملايين الجزائرين لا يعقل هذا الكذب الذي يصيب المرء بالغثيان صراحة المهم قامت فرنسا بعمل لا تقوم به إلا العصابات عندما أمرت السلطات التونسية بترحيل الناشطة أمير أبو بوراوي إلى الجزائر بسبب إقامتها هناك بشكل غير قانوني قامت الممثلية الدبلوماسية الفرنسية بتهريبها إلى فرنسا تماماً كما يفعل رجال المافية ما شاء الله الآن فرنسا بعملية مافيوية واحدة عالجت مشاكل القارة الإفريقية تخيل المهم في افتتاحية صحيفة المجاهد نلمس نذر توتر بين فرنسا والجزائر أنا على يقين بأن الجزائر لن تغفر لفرنسا هذا التصرف لأنها تعلم جيداً جزائر تعلم مؤشرات هذه الحشرية ليس لأن الأمر يتعلق بمواطنة إنما لأن السلوك الآن كان الأمور بالمناسبة كانت ستكون أمور عادية جداً ربما لعادة الناشطة إلى بلادها واللي ما حدث أي شيء كانت قضية بسيطة جداً ولكن يعني تدخل الفرنسي ضخمها وقد تتوتر الآن العلاقات بين البلدين بعد التحسن الذي شهدته وكما قلت الجزائر تحاول أن تتخذ من هذه الأحداث نموذجاً لأنها تخشى على سيادتها هذه الأمور حساسة جداً بالنسبة للجزائر وأما بخصوص الخبط الأمريكي فهو يتعلق بدعوة السفارة الأمريكية رئيس القيادة العسكرية بإفريقيا جنرال اسمه مايكل وغرضت السفيرة بشكل موحي مرحب بالجنرال ووصفته بالقائد المقدام المقاتل والهلم وجرة الحبكة في هذا الموضوع تتمثل في أن الجزائر لم تعلن عن زيارتي ولم تهتم لهذه الزيارة في كل الأحوال أنا هنا بالمناسبة فقط أخمن أعتقد أن السفيرة دعته كمواطن أمريكي وقالت له تعال ونعمل ضجة يعني إعلامية ربما زارت جزائر كسائح ولكن التغريدة تغريدة السفيرة هي محاولة للإيحاء بأنه ثمت أمر ما يدبر بين الجزائر وأمريكا رغم أن الجزائر لم تعير الأمر أدنى اهتمام حتى لم تتطرق له على الإطلاق ربما يحاول الجنرال ربما يحاول عقد اجتماعات غير مباشرة لمناقشة قضايا روتينية الإرهاب في الساحل وغيرها من الأمور العادية في مجال السعشاء غير رسمية ربما ولكن قناعتي أن زيارة هذا الجنرال تحاول إزعاج روسيا هذا خبث أمريكي يسعى إلى دق الإصفين بين الجزائر وروسيا بالمناسبة لا مشكلة على الإطلاق لو التقت جنرال ببعض القادة العسكريين الجزائرين هذا لا يعني الكثير ولكنني كما قلت أشكي كثيرا في نوايا تغريدة السفيرة الأمريكية في الجزائر لحسن الحظ الجزائر فطنة وتعرف ألعاب الأمريكيين ولا خوفة على مكة الثوار من كيد الكائدين وأما بخصوص الصفعة الإماراتية فقد كشفت عنها صحيفة الفينانشال تايمز وتتعلق بمنح الإمارات روسيا رخصة مصرفية نادرة لا تمنحها الإمارات إلا للصفوة وإذا كانت قد منحتها لمصرف واحد فهذا يعني أنها منحت الكثير منها لمصارف وشركات روسية وكانت الإمارات عليها حال قد أقرت بالأمس تقريبا بأن التبادل التجاري بينها وبين روسيا قد تضاعف بشكل مذهل نحن طبعا كل يوم نسمع خبر عن دولة تضاعف التبادل التجاري بينها وبين روسيا تبدو لي روسيا تنمو وتضاعف من قدراتها الاقتصادي عليها حال تقول صحيفة الفينانشال تايمز بأن الغرب قلق للغاية من علاقة الإمارات بروسيا وأن هناك اعتقاد جديد بأن الإمارات تساعد روسيا وبشكل حاسم على الإفلاق من العقوبات وتساعدها في مجهودها الحربي وتحدثت الصحيفة